يشارك المجلس الأعلى للمرأة العالم العربي الاحتفال بيوم المرأة العربية والذي يصادف الأول من فبراير من كل عام نعم وحيث يسعى المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكية الأمير السبيكة بنت إبراهيم الخليفة إلى تعزيز التعاون العربي على صعيد تطوير وضع المرأة البحرينية بشكل خاص والمرأة الخليجية والعربية بشكل عام ودعم دورها في المجتمع واسن القوانين التي تضمن استقرار أوضاعها على جميع الأسعادة أولى المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة مالك مملكة البحرين اهتماما خاصا بتفعيل الشراكة والتعاون مع الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة على الصعيد الرسمي والمؤسسات الداعمة لبرنامج تمكين وتنمية المرأة في داخل وخارج مملكة البحرين وذلك في إطار تنفيذ اختصاصاته بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وتعد مناسبة الاحتفال بيوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من فبراير من كل عام فرصة لاستعراض مجالات التعاون للمجلس الأعلى للمرأة على النطاقين الخليجي والعربي لبيان سعيه ليكون بيت خبرة في مجال قضايا وتمكين المرأة وفق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والسعي نحو استثمار هذه الشراكات والتحالفات لتقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على مختلف المستويات للارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية محليا وإقليميا ودوليا وفي هذه المناسبة نستذكر فيها ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلال الملك المفدة وكان على رأسها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة الذي أصبح اليوم صرحا وبيتا للمرأة البحرينية يحتضن الملفات الهامة لتأكيد حضور المرأة في مختلف المجلات وبالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في شراكة فاعلة لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية نهود المرأة البحرينية لبناء مجتمع تنافسي مستدم